قصة النهاردة هنتكلم فيها عن مجرم جداً خطير وخطره ده مش بسبب الجرائم اللي ارتكبها لا بسبب زكاءه العالي جداً في ارتكاب الجرائم دي وده طبعاً أسوأ شيء ممكن يمر على الشرطة ويحققوا فيه مجرم وكمان زكي قالوا عنه في حق أحد التقارير إن حتى هوليود ما تقدرش تعمل نصوص وتقدر تكتب قصص فيها الزكاء والعقرية دي من الإجرام ومش عايزة طول في المقدمة خلينا على طول ندخل في الأحداث بتبدأ قصتنا سنة 2016 تحديداً في شهر أغسطس لما جات مكالمة للشرطة من امرأة في سن الخمسين بتشترك وتقول الحقوني وحرامي اقتحن بيتي بتقول إنه معاه سكينة وبيهددها إنه يخدها ويروح بيها البن علشان تديه فلوس لشخص تاني اسمه بورس وبعد لحظات الشرطة سمعت في التليفون إطلاق نار وكانوا بالضبط خمس طلقات ترجمة نانسي بورس 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 يا ترى مين هو بورس وإيه اللي حصل بالظبط في اليوم ده خلينا نرجع شوية ما بعد بالزمن ونتعرف على مين هو بورس بورس فاريا هو أحد سكان ميزري وكان معروف عن الشخص ده أنه راجل طيب وناجح جدا في شغله بيحب الصفر وبيحب الحياة وأكتر شيء كان بيميزه أنه على الرغم من كل إشغالاته إلا أنه كان دايما يروح يقابل مامته ويتعشى معاها حتى على أقل ولو مرة واحدة بس في الأسبوع بس في سنة 2000 التقى بورس بحب حياته وهي بيتسي فيري وبعدين لما تقابله قرروا أنه هم يتجوزوا بعد فترة بسيطة جدا من تعرفهم وبيتسي كانت إنسانة محبوبة جدا من أهلها وأصدقائها وبيتسي كانت متجاوزة من قبل كده وكان معاها بنتين وبارس كان بيعتبر بناتها اللي اتنين دول زي بناتوا بالضبط وكان بيحبهم جدا بعد جوازهم قررت بيتسي أن هي تشتغل في شركة تأمينات ولأنها شخصية لطيفة كونت صدقات كتير جدا في مكان الشغل بتاعها واستمرت على كده حياتهم للأفضل لحد سنة 2011 في شهر يناير وهنا اكتشفت بيتسي أصعب شيء سمعته في حياتها وإنها مريضة بمرض السرطان بدأت نفسية بيتسي تتعب طبعا بسبب المرض ده لكن دايما كانت بتلاقي أهلها وصحابها دايما حواليها ومعاها بيسندوها دايما بيحاولوا يرفعوا معنوياتها ويخففوا عنها بعدين قرر زوجها أن هما ينتقلوا لبيت في مكان تاني بس في نفس الولاية في بيت يكون أفضل عشان يساعدها أن هو يرفع معنوياتها وتغير جوه لكن للأسف بعد فترة قصيرة جدا من انتقالهم للبيت الجديد عرفت بيتسي أن المرض انتشر في جسمها كله وأنها خلاص كده ما عادش عندها وقت كبير في الحياة وأن خلاص كده نهايتها قربت وطبعا كان الخبر صدم جدا بالنسبة لها وهنا بيتسي قررت أنها ترجع تاني لبيتها القديم لأن بيتها القديم كان أقرب أكتر لأمها والعليل علشان تقضي أكتر وقت ممكن وسط أهلها ومامتها وفي الفترة دي بيتسي كانت بتحتفل كل أسبوع بيتسي كانت بتحاول على قد ما تقدر أنها تستمتع بأيامها الأخيرة بكل شكل من الأشكال لحد ما جاه اليوم اللي تغير فيه كل شيء في يوم 27 من ديسمبر تحديدا كان السلساء وفي اليوم ده كان بورسي متعود أنه هو يتجمع هو وصحابه في بيت واحد منهم ويلعبوا بقى بلايستيشن أو يعدوا تفرجوا على فيلم بس في نفس اليوم ده كان بورسي متفق مع مامته أنه هو هيروح لها ويتعش عندها لكن بسبب ديء الوقت قرر أنه هو يأجل يوم ده وأنه يتعش عندها في يوم تاني وأنه يقضي الليلة كاملة مع صحابه في اليوم ده طلع بورسي من البيت العصر ورجع تاني الساعة 49 دقيقة وهنا صارت المكالمة المرعبة مع الشرطة كانت بيتسي وقع على الأرض وعلى حسب ما سمعنا في المكالمة كان بيقول بورسي أن بيتسي أتلت نفسها بعد دقائق حضرت الشرطة كلها لموقع الجريمة كان بورسي منهار وكان بيبكي بشكل هستيري وبيتسي وقع جنبه على الأرض والشيء اللي الشرطة قدرت تستنتجه من النظرة الأولى أن بيتسي اتأثلت ما انتحرتش كانت بيتسي مطعونة بخمسة وخمسين طعنة فمناطق مختلفة في جسمها واللي اتضح للشرطة أن القاتل كان مستهدف أصلا بيتسي يعني ما كانتش جريمة عادية الطب الشرع يستنتج أن بيتسي تقتلت منذ أكتر من ساعة من مكالمة بورس يعني قبل ما بورسي يتصل بالشرطة بساعة كانت بيتسي مقتولة وميتة وهنا سحبوا بورسي المركز الشرطة كأول مشتبه به أصلي شيء غريب جدا أن بورسي يقول للشرطة أن بيتسي انتحرت مع أن من الواضح جدا على شكلها والطعنوات اللي أخدتها أنها ما انتحرتش اتأثلت فهل ده كان سازجة منه ولا كان بيحاول أنه يبعد التهمة عن نفسه لأن زي ما قلنا كان واضح جدا أنها مقتولة بخمسة وخمسين طعنة مين اللي هيموت نفسه بخمسة وخمسين طعنة يعني ده مش انتحار أي حد حتى غبي هيفهم أن ده مش انتحار دي جريمة قتل وطبعا أول علامة استفهام اتحطت على رسم بسبب الجملة اللي قالها أنه أن بيتسي ماتت منتحرة تاني شيء لحظته الشرطة أن في المواقف دي العادي أن الزوج بيضم زوجته لأنها ميتة أو حتى أنه يحاول أنه ينقذها لأن ده بيكون عادة التصرف الطبيعي يعني ما حدش بيفكر في الوقت ده أنا بصماتي مثلا هتكون على الجثة أو أنا ممكن أكون مشتبه بيه لا في الوقت ده من الصدمة ممكن جدا أن هو يضمها أو على الأقل يحاول يشيلها من مكانها علشان يساعدها يحاول ينقذها أي حاجة أنه هو هيحاول حتى يعرف أنها ماتت ولا لا يعني في الوقت ده مش هيقعد يفكر في البصمات أو أي شيء تاني لكن بارس بقى أبدا أبدا ما أقربش خالص من بيتسي كان بعيد عنها طول الوقت وحتى ملمسهاش وحتى هو بيكلم الشرطة فلو بارس بريق ليه يبعد عنها ويخاف أن بصماته تكون موجودة عليها بارس أثناء التحقيق حسب وصف الشرطة كان متوتر جدا وكان مريب وكان بيبكي بشكل مبالغ فيه وساعات تانية كان يهدى بشكل مخيف وكأنه مش هو أبدا نفس الشخص اللي كان قاعد بيبكي من لحظات وبيقولوا أنه كان في عز انهياره دموعه كانت قليلة جدا وبس كل اللي كان بيقوله أنا ما قتلتهاش أنا ما عملتش كده أنا مش مزنة وبارس قال أنا اعتقدت أنها انتحرت عشان هي أصلا كان عندها أفكار انتحارية بسبب مرضها والقلم اللي كانت بتحس بيه وأن هي دايما كانت بتفكر في الانتحار وأصلا هي كانت بتحاول تنتحر بقالها فترة حتى هي قبل كده جرحت معصامها بالسكين عشان تموت بس للأسف الشرطة ما قدرتش تلاقي أي شيء في مصرح الجريمة لا في بصمات ولا أدوات للقتل ولا حتى في حاجة مسروقة وهنا بدأت الشرطة توسع دائرة التحقيق مع أصدقاء بيتسي وأهلها قالت أم بيتسي للشرطة أن بيتسي أصلا كانت عندها في نفس اليوم ده بس العصر وأنها راحت المستشفى علشان تاخد جلسة الكيمياء وبتاعتها وكانت معاها جلسة الأطفال اللي هي كانت دايما مقربة جدا من بيتسي وصحبتها وكانت بيتسي متفقة مع بارس أنه هو اللي هيرجحها البيت بس لسبب ما أرسلت بيتسي لبارس أنه مايروحش وياخدها وأن صحبتها بامب هي اللي هترجحها البيت المرة دي خلونا مع بعض نتعرف على بامب بامب اسمها باميلا هوب بس إحنا هنختصرها بامب أسهل بامب اتعرفت على بيتسي أثناء عملها في شركة التأمين لإني زي ما قلت لكم أن بيتسي كانت بتشتغل في شركة التأمينات فبامبت كانت زيها برضو بتشتغل في نفس الشركة وعلى حسب كلام بارس أن بامب كانت ست طيبة جدا وكانت من أقرب صديقات بيتسي وأنها لما عرفت بمرضة كانت دايما بتحاول تتقرب منها أكتر وأنها تكون معيها طول الوقت وتتطمن عليها وهنا الشرطة استدعت بامب وبدأت بامب تتكلم عن اللي حصل في اليوم ده لأنها هي آخر واحدة شافت بامب حية المهم قعدت بامب وقالت بامب أن هي كانت عايزة تروح مع بيتسي وهي بتاخد جلسة الكيمياء وبتاعتها بس عارفت من أم بيتسي أن بيتسي هتروح مع جليسة الأطفال فهنا قررت أن هي تروح المستشفى علشان هي اللي ترجحها البيت وقالت أنا لما رجعتها البيت رجعتها البيت الساعة سبعة مساء وكان البيت مظلم جدا ومخيف وبتكمل بامب وبتقول أن بيتسي قلت لها أن هي ما عندهاش مفاتيح البيت وأن بارسلس سب لها باب البيت مفتوح قبل ما يروح عند صحابه وهنا خافت بامب أن هي تسيب بيتسي لوحدها في البيت من غير مفاتيح وبتقول فدخلت وقعدت معها ربع ساعة تقريبا وبعدين سبتها ورجعت بيتي وبتقول وهي راجع مروحة بيتها تاني بعدت رسالة لبيتسي بس بيتسي ما ردتش وهنا زيت خوفي عليها بعدها كلمت أم بيتسي وبعدها أم بيتسي بدأت ترن عليها كتير لكنها ما كانتش بترد أبدا لكن أمها كانت بتقول أن أنا ما حستتش بالقلق لأن من الطبيعي أن بيتسي بتحتاج وقت تنام فيه بعد جلسة الكماوي الشرطة سألت بامب عن سبب دخولها مع بيتسي البيت بعد الجلسة فقالت بامب أن بيتسي هي اللي عرضت عليها أن هي تدخل معها وأنها تقعد معاها شوية في الصالة وبعدها بامب غيرت أقوالها وقالت أن بيتسي طلبت معاها أنها تدخل معاها قط النوم علشان تفرجها على مجوهرتها وبعدين للمرة الثالثة غيرت كلامها تاني وقالت أن هي مدخلتش البيت أساسا من الواضح كده أن هي كانت مرتبكة جدا ومتوترة وبتحاول أنها تفتكر إيه اللي حصل بالظبط والتخبط اللي كان بيحصل في أقوالها وأنها بتغير كلامها كتير الشرطة اضطرت أنها تعرضها على جهاز كشف الكلب لكن اللي حصل أن الطبيب الخاص بامب اتدخل وقرر أن ماينفعش خالص بامب تتعرض على جهاز كشف الكلب لأن بامب عندها إصابات في رأسها وأن زاكرتها مشوشة وأن مش من العدل أن يتم استجوابها بالطريقة دي وبالفعل تم إعفاقها من الاختبار ده واستمروا بالتحقيق معها بس لما سألوا بامب عن علاقة بيتسي بزوجها بورس قالت أن علاقتهم ما كانتش مثالية خالص وأن بيتسي كانت دايما بتشتكلها من بورس لأنه كان بيعملها أسوأ معاملة وقالت أن قبل وفاة بيتسي بأسبوع بيتسي بعتت لها بتشتكلها من بورس وأنها كانت اتخنقت معي وقالت لها أنه حاول أنه يخنقها بالمخدة وكان بيقول لها وهو بيحاول يخنقها بالمخدة أنا عايزك تشوفي شكل الموت عامل إزاي وبامب قالت كمان أن بيتسي كانت بتخاف جدا من زوجها بورس وكانت بتقول أن بورسي كان دايما بيقول أنه هيكسب فلوس كتير جدا لما بيتسي تموت علشان كده بيتسي كانت دايما بتقول لبامب أنا عايزة أغير التأمين بتاعي وحطه باسم شخص تاني وأن مفيش أحسن منك أنت يا بامب أني أحط التأمين بتاعي باسمك لأنك مقربة بني جدا علشان أضمن حق بناتي لأن التأمين لو أخد بورس كده بناتي خلاص هيضيعهم فأنا هحول تأميني عليكي علشان أضمن حق بناتي أنك أنت اللي هتبقي مسؤولة عنهم وتصرفي عليهم وهنا الشرطة فتشت إيميل بامب لكن ملاقوش أي رسالة ما بينها وما بين بيتسي بتثبت الكلام ده كانت بامب بتحاول قد ما تقدر أن هي تلاقي الإيميل ده وكانت بتقولهم أنها متأكدة أن الإيميل ده موجود وتبعت لها وكانت بتحاول أنها تحارب ذكرتها الضعيفة وفي النهاية قالت لهم فتشوا لابتوب بيتسي أكيد هتلاقوا الإيميل موجود وبعد ما الشرطة فتشت لابتوب بيتسي وصلوا أخيرا للرسالة لكن الرسالة كانت غريبة جدا الرسالة كانت مكتوبة ببرنامج وورد بخط 97 واللي كان أصلا مكانش موجود واللي كان مكانش أصلا موجود بالإصدار اللي على جهاز بيتسي تخيلوا من الخط اللي هو 97 سوفت وير هو أصلا إصداره مش موجود على جهاز بيتسي جهاز بيتسي يعتبر أقدم من الإصدار ده فبالتالي هو مش موجود فيه إلا أنها كانت الوثيقة الوحيدة اللي في البرنامج وده طبعا شكك الشرطة إن الكلام اللي موجود في الرسالة دهيت تم نقله من جهاز تاني يعني جهاز إصداره جديد تم فيه كتابة كل الكلام ده وبعدين نقل الكلام ده كله لجهاز بيتسي القديم اللي أصلا مش موجود فيه الخط ده شوفوا قد إيه كانت ملاحظات الشرطة دقيقة جدا حدت على الخط تأكدت الشرطة إن فعلا بيتسي كتبت كل أموالها بإسم بامب قبل وفاتها بخمس أيام وهنا وجه لها أحد المحققين التهمة وقال لها أنت اللي قتلتي صديقتك بيتسي علشان تحصولي على الأموال هنا ردت عليه بامب وقالت لو أنا كنت فعلا أحتاج المال كنت قتلت زوجي أو أمي اللي اتنين هم أغنية وفيه كتير جدا عائلات غنية حوالي ليه أطمع بقى في صديقة المقربة اللي استقمنتني على فلوسها بس فعلا صاحبها كتير جدا كانوا بيقولوا بيشهدوا إنها كان دايما بتشتكي من بارس وكانوا بيقولوا إنه دايما بيضيع فلوسها وإنه شخص غير مسؤول وهنا ترجع تاني أصابة الاتهام تشاور على بارس مرة تانية خلونا نرجع تاني ليوم الحدثة وخلونا نركز ونتبع تحركات بارس في البداية طلع بارس من بيتهم خمسة مساء كان متوجه لبيت أصدقائه وهو بالطريق لأصدقائه وقف سيارته عب بنزين وبعدها مرع السوبر ماركت علشان يشتري السجاج وبعدها وقف مرة تانية علشان يشتري أكل الكلب وأخيرا وصل لبيت صحابه بعدها قعد بارس مع صحابه وقرر أنه يرجع البيت الساعة 9 مساء وهو في طريقه رايح للبيت يعني بعد مرور 10 دقايق تقريبا من خروجه من بيت صحابه وقف عند مطعم علشان يشتري أكل مع العلم أنه كل تحركاته كانت متصورة بكاميرات المرأبة يعني التحركات اللي أنا عملة بقولها الكدهية كلها كانت متصورة بكاميرات المرأبة اللي موجودة في الشوارع والمحلات المهم في تمام الساعة 49 دقيقة مساء صارت مكالمته مع الشرطة لما كان بيقولهم أن زوجتهم تحركت تحركات بارس طبعا كدف صالحه جدا وبتأكد عدم وجوده في موقع الجريمة لحد ما وصلت الشرطة لدليل جدا قوي واللي هو أنهم لقوا حزاء بارس في الدولاب وعليه دم من بيتسي واستنادا إلى هذا الدليل ولأقوال بام فكده بارس هو المشتبه الوحيد في الجريمة دي قال القاضي أن بارس اتعمد أن هو يروح كل الأماكن دي وهو عارف كويس جدا أن فيها كاميرات مرأبة علشان يثبت غيابه وأن ما كانش موجود في مصرح الجريمة لكن نسى أن فيه فترة ما ما كانش معروف مكانه فين فيها واللي هي نفس الفترة اللي تقتلت فيها بيتسي وأخيرا تم عرض بارس على جهاز كاشف الكد والنتيجة هي أن بارس فشل في الاختبار في نوفمبر سنة 2013 تم الحكم على بارس بالسجن المؤبد وبدون إفراج مشروع وبالنسبة لأموال تأمين بيتسي قالت بامب في المحكمة أنا ما أقدرش أصرفها على بناتها في الوقت الحالي بسبب وفاة أمها لأنها منشغلة جدا وحزينة جدا جدا على وفاة أمها أم بامب اتوفت قبل محاكمة بارس بشهر تقريبا بارس في المحكمة ما اعترفش أبدا بالجريمة وحاول أنه يغير المحامي بتاعه ويعين محامي جديد اسمه شوارتز شوارتز بدأ أنه هو يراجع القضية من البداية وطلب من الشرطة كل مقابلات التحقيق مع بارس وبامب كمان دخول المحامي ده في القصة قلب القضية كلها رأسا على عقد وغير بقى كل مجرات القضية والوقتي هنسمع القصة بقى من منظورها الصحيح يعني كل اللي قلنا ده حمادة مش هي القصة بالزبط ومش ده الفعلا اللي حصل القصة واللي حصل فعلا نحية بتسي بالزبط هو ده اللي هنقوله الوقتي المحامي كان بتيسائل إزاي الشرطة بتتجاهل حجة غياب بارس القوية وإزاي الشرطة يتجاهلوا شهادة أصدقاء أنه فعلا كان قاعد معاهم ليه بقى أربع أشخاص يتأمروا مع شخص عشان يقتل مراته اللي هي أصلا مريضة وأساسا كده كده هتموت هم يعني هيستفدوا إيه من وقفتهم معاهم وإنهم يشهدوا زور معاهم وبيقول المحامي إزاي بارس هيقدر ينفذ الجريمة بتاعته كلها بتسع دقايق لأن طبعا زي ما احنا قلنا إن قبل مكالمة بارس للشرطة بساعة كانت بيتسي مقتولة ففي الوقت الدايق ده اللي هو فترة تسع دقايق بارس مش هيلحق إن هو يرجع البيت ويقتلها ويطعنها خمسة وخمسين طعنة وينظف نفسه وكل ده يحصل في تسع دقايق ده طبعا مستحيل الوقت أكيد مش هسعفه والوقت والشيء اللي يثبت برقته من وجهة نظر المحامي هو إن اللبس اللي كان لابسه بارس وطلع بيه لصحابه هو نفسه اللي تم استجوابه فيه وما كانش عليه أي أثار دم معنى كده إنه مغيرش الملابس لنفترض إن دي كانت هي نفس الملابس اللي كان طالع فيها مع صحابه وبعدين راجع البيت وقتل بيتسي أكيد بعد خمسة وخمسين طعنة هيكون على الملابس دي دم فطبيعي إنه هيحتاج إنه يغير ملابسه وطبعا في التحقيق كان هيبان إنه يغير ملابسه بس بارس ما كانش أبدا مغير ملابسه ملابسه كانت هي هي وكمان ما كانش عليها أي أثار دم المحامي كان متأكد مليون في المية من براءة بارس وكان متأكد إن فيه حلقة مفقودة في القضية دي وإن الجازمة اللي كانت موجودة في الدولاب واللي كان عليها دم بيتسي واللي هي تعتبر أقوى دليل ضد بارس احتمال كبير إنه يكون القاتل هو اللي حطها وتعمد إنه يحطها في المكان ده علشان يلبس بارس البريء التغمدي وكذلك المحامي قدم اعتراض على اختبار كاشف الكدب لبارس لإن في اليوم ده بارس كان مواصل 32 ساعة وكان شارب يعني مخدرات وكانت حالته سيئة جدا وطبعا بعد استجوابه الساعات فطبيعي هتكون النتيجة إنه يفشل في الاختبار والمحامي اعترض جدا على على إن بامب هي كمان ما تعرضتش لجهاز كاشف الكدب وقال المحامي كلنا مهمة جدا قال إن حتى لو كانت بامب مصابة في رسها لا يوجد شيء في الواقع يمنع من قول الحقيقة وإن ده شيء غير عادل أبدا إن بامب تهرب من جهاز كاشف الكدب بحجة ملهاش أي معنى وهي إصابتها في رسها في فبراير سنة 2015 محامي بارس قدم استقناف تاني لإعادة النظر في قضية بارس وفعلا تمت إعادة المحاكمة وهنا تظهر لنا بامب مرة تانية وقالت إنها افتكرت معلومات مهمة قالت بامب للشرطة إنها افتكرت في يوم مقتل بيتسي بعد ما وصلتها للبيت شافت شخصين كانوا واقفين قريب من البيت واحد شافته منظهره وكان شعره أسود وكان بالضبط نفسها هيئة بارس بتقول إنها افتكرت المعلومة دي كده فجأة بسبب إصابتها يعني اللي خرصها يعني قبل كده ما كانتش فاكرها والوقت افتكرتها يعني سبحان الله بعد أربع سنوات افتكرتها مرة واحدة لكن بامب المرة دي فشلت في توريد بارس وفي نوفمبر من نفس السنة تم إطلاق صراح بارس وإسباد برقته بشكل كامل وبعد مرور أقل من سنة على إطلاق صراح بارس وفي شهر أغسطس من سنة 2016 تلقت الشربطة مكالمة من بامب وهي بتسرخ وبتقول إن في حرامي دخل بيتها وبيهددها بالسكين والحرامي ده طلب منها إنها تروح معاه للبان علشان تسحب أموال علشان تسحب أموال بارس وتديها له وطبعاً الفلوس دي المقصود بيها تأمين بيتسي اللي تحولت لبامب وهي مع الشرطة عادة اللي في قاعد تليفون أطلقت على الشخص ده خمس طلقات نارية بمسدسها وطبعاً الفيديو ده اللي أنا حطته لكم في بداية المقطع وهنا الشرطة حضرت للمكان بسرعة وكشفت عن هوية الصارق واللي هو كان شخص تلاتيني واسمه لويس فهل معقول يكون بارس هو اللي أرسل لويس علشان ينتئم له من بامب مش عارفين في الحقيقة إن دي الحاجة اللي كانت بامب عايزانا نفكر فيها ونظنه لكن المرة دي ثابت صغرة كشفت كل شيء اكتشفت الشرطة إن لويس كان بيعاني من تلف الدماغ بسبب تعرضه لحاد السيارة واكتشفت في جيبه ورقة فيها سيناريو يعني كلام يقرأه علشان يمثله إيه بقى اللي كان مكتوب في السيناريو ده؟ اقتحن بيت بامب اطلب منها تديك أموال رس ثم كن بقى بقتلها كل ده مقابل عشر تلاف دولار وبعد التحقيق اكتشفت الشرطة إن بامب هي اللي خدعت الراجل ده اللي هو لويس بحجة إن هي عايزة تعمل مع مشهة تمثيلي والراجل يعاني مسكين تقريباً يعتبر غير واعي ووافق الراجل على عرض بامب وراح تحيل خطتها الخبيثة وطبعاً اكتشفت الشرطة إن بامب قبل ما تنفذ الخطة دي حاولت إنها تخدع بنت بنفس الطريقة وقالت بامب للبنت دي إن هي صحفية وإنها بتتعاون مع الشرطة ومحتاجة منك إن انت تكوني موجودة معايا في البيت علشان أعمل تمثيلية إني بكلم الـ 991 وكل ده مقابل ألف دولار وأنا هديكي ألف دولار بس مقابل التمثيلية الصغيرة دي كإني كنتي حرامية ودخلة بيتي وأنا كإني بكلم الـ 911 وأبلغهم والبنت وفقت بس بعد كده ترددت ورفضت لإنها لما سألت بامب عن إثبات إن هي فعلا صحفية وشغلة مع الشرطة طبعا التالية ما دتهاش أي إثبات وطبعا كل الحدث ده كان مصور بكاميرات المرأبة تتخيلوا؟ وهنا بقى الشرطة قررت إنها تقبط تاني على بامب وأثناء التحقيق معاها طلبت بامب إن هي تروح دورة المياه وبمجرد دخولها لدورة المياه حاولت إنها تنتحر عن طريق إن هي جرحت رقبتها بألم لإن هنا بامب حست إن كده خلاص حقيقتها على وشك إن هي تظهر وتتفضح قدام الجميع وده فعلا اللي حصل بعد مراجعة قضية بيتسي للمرة التانية اكتشفت الشرطة أشياء كتيرة أول اكتشاف الشرطة اكتشفته إن بامب ما عندهاش أي إصابة بالدماغ نهائية وإنها دفعت لطبيبها علشان يطلع لها التقرير ده وبرضو الشرطة اكتشفت إن بامب طلعت تعرف القاضي اللي كان حاكم على بورس معرفة شخصية وعلشان كده كان بيتم التجاهل أدلة كتيرة جدا اللي كانت في صالح بورس بورس كان عنده حجة غياب وقت مقتل بيتسي بس بامب لا ما كانش عندها وهي أصلا كانت آخر واحدة شافت بيتسي فالمفروض إن كانت أصابع الاتهام أول ما تشاور تشاور عليها هي كده كانت بتحاولت دايما إن هي تورد بورس عشان تطلع نفسها هي من الجريمة والدليل على ده إنها حتى بعد وفاة بيتسي فنات بيتسي مد ما حصلوش ولا حتى على سنت واحد من فلوس أمهم اللي روحت لبامب وكانت بامب بتحتاج بوفاة والدتها إن هي حزينة وملهاش خل إنها تصرف على حد وإن هي بمجرد ما تطلع من النفسية السيئة دي هتبدأ تهتم بأولاد بيتسي والشيء ده طبعا كده يدخلنا القضية تانية ألا وهو وفاة والدة بامب والدة بامب اتوفت بعد سقوتها من بلكونة بيتها والطب الشرعي قال إن سبب موتها وسبب وسقوتها اختلال وزنها وده الشيء اللي خلاها تقع من بلكونتها أو ممكن تكون ستة انتحرت لسبب بقى غير معروف الحقيقة إن والدة بامب كان بتعاني من الزهايمر والغريب بقى إن كان فيه اتنين من قطبان اللي تصور البلكونة كانوا مكسورين وبحسب كلام الشرطة قالوا إن من الصعب جدا بل من المستحيل على ستة كبيرة في السن زي دي إن هي تكسر بنفسها القطبان الحديد بتاعة البلكونة وتوقعوا بقى مين آخر حد شاف أم بامب قبل موتها بالزبط زي ما انتوا قاعدين بتفكروا بامب نفسها بامب بعد وفاة أمها ورثت 100 ألف دولار وهنا بقى نفتكر ما قلتها لما قالت للشرطة قبل كده أنا لو عايز أقتل كنت قتلت أمي أو زوجي لإني هورس فلوس كتير جدا من بعدهم وده فعلا اللي حصل إن هي قتلت أمها بس للأسف الشرطة ما قدرتش تثبت عليها جريمة قتل أمها وده طبعا بسبب قلة الأدلة لكن الشرطة قدرت تستنتج الشيء ده وخصوصا بعد تأكيد توروتها في قضية بيتسي بامب ورثت 100 ألف دولار من أمها وكذلك من بيتسي 150 ألف دولار وكانت بقى زيطة وعايشة حياتها بتتمتع بالفلوس دي حرة وخارج السجن بعد ما قتلت شخصين وتسببت في سجن شخص ظلم اللي هو بارس وأخيرا في يونيو سنة 2019 تمت إدانة بامب بتهمة قتل بيتسي ودي قضية قتل من الدرجة الأولى بعد قضية حيارة الشرطة لمدة 8 سنوات وتم الحكم عليها بالسجن المؤبد بامب قتلت أمها وصدقتها المقربة وكذلك المسكين لويس قتلت 3 أشخاص ودخلت راجل بريء السجن أنه يقضي 4 سنوات من حياته جوه السجن كل ده علشان الفلوس الطمع والجشع حول بامب من إنسانة لشتانة وفي النهاية أخدت العدالة مجرها وبيتسي أخدت العقاب اللي هي فعلا تستحق وده كان حل قضية بيتسي وبصراحة دي كان من أكتر القصص المعقدة وبس والهنا وصلنا لنهاية قصة اليوم أمنى إنها تكون عجبتكم ما قصدش إنها تكون عجبتكم لإنها جريمة وفيه من ناس ماتت أقصد إنها تكون عجبتكم من أحيث الأحداث اللي هي كتير معقدة وإزاي في الآخر تحلت يريت إن أنا أرى كل قراءكم في القصة تحت فيريت لو القصة عجبتكم تعملوا لايك وسبسكرايب علشان أقدر إن أنا أستمر أقدم لكم قصص تانية أكتر ممتعة أكتر ومشوقة أكتر وفيها أحداث غريبة جدا وغمضة علشان نحن نفكر فيها مع بعض ونحلها مع بعض والسلام عليكم ورحمة الله